طبعا بكرة مناسبة غالية علينا جميعا وعلى كل المصريين وهي ذكرى تحرير سيناء اللي بتوافق يوم الخامس والعشرين من شهر إبريل الحقيقة زي ما الدولة المصرية وزي ما جيشنا العظيم قدر يحرر سيناء من الاحتلال برضو قدرت الدولة المصرية أنها تحرر سيناء من الإرهاب والعناصر المتطرفة بخطوات جدة في التعمير والتنمية من خلال عدد كبير من المشروعات الخدمية والتنمية والصناعية العملاقة اللي تمت في كل أرجاء سيناء يمكن بالمناسبة دي كمان فيه يعني تقرير مهم جدا تم نشره من مركز معلومات مجلس الوزران بارح والتقرير ده بيرصد التفرة غير المسبوقة والتنمية والتعمير اللي تعملت على أرض سيناء ومدن القناة في العشر سنين اللي فاتوا تخيل أنه زاد إجمالي الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء ومدن القناة حوالي عشر أضعاف يعني قيمة الاستثمارات دي السنازي وصلت 58 مليار 800 مليون جنيه مقارنة ب2014 اللي حجم الاستثمارات فيها كان 5 مليار 900 مليون جنيه طبعا ده يعني الرقم ده أكبر دليل على أن بالفعل الدولة المصرية عادت مرة أخرى إلى سيناء بكل أجهزتها وفتحت إيديها لكل المستثمرين من أجل أن يكون هناك مشروعات بالفعل على أرض الواقع من أجل أن يكون هناك تنمية حقيقة الملف ده لو اتكلمنا عنه مش هيكون بعظمة ملف الاهتمام بالمواطن السناوي دولة المصرية اهتمت بالمواطن السناوي في مختلف الخدمات قدمت له كهرباء وغاز وخدمات حكومية مميكانة وفرت له تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات متناهية الصغر بقيمة وصلت لـ 2 مليار و 400 مليون جنيه لأي شاب سناوي كان عايز يعمل مشروع طبعا ده بخلاف ملف التنمية العمرانية لأهالي سيناء ومدن القناة يعني دلوقتي تم إنشاء وتطوير سبع مدن جديدة من أبرزها مدينة اسماعيلية الجديدة اللي أقيمت على مساحة 2.8 ألف فدان ومدينة سلام مصر اللي أقيمت في شرق بورسعيد على مساحة بلغت 22 ألف فدان ممكن لما نتكلم على تنمية هي دي التنمية الحقيقية يا مصطفى بالزبط كمان من أهم المشروعات اللي اتعملت في سيناء هي ربطها بمحافظات الدلتا والعاصمة وده من خلال إقامة شبكة نقل عملاقة بسيناء ومدن القناة وأهمها طبعا إنشاء خمس أنفاء أسفل القناة بتكلفة بتصل لـ 35 مليار جنيه تنفيذ 5000 كم من الطرق وإنشاء سبع كباري عائمة للعبور أعلى الممر الملاحي للقناة بتكلفة بتصل لـ 990 مليون جنيه كل المشروعات دي بتؤكد أن سيناء هي محور أساسي ومهم في استراتيجيات التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة تحية لجنود مصر تحية لشعب مصر وتحية طبعا لشهداءنا اللي حربوا الإرهاب وقوة الشر وتحية للدولة المصرية للنهاردة إحنا عدينا بقى المرحلة دي والنهاردة إحنا بنحتفل بالسلام والتنمية على أرض سيناء إحنا يعني اللي شاف سيناء قبل كده كان عارف أنه ما قدرش يروحها غير من طريق واحد ومن نفق واحد النهاردة بقى ليها أكتر من طريق تحت المية وفوق المية النهاردة بقى في استثمارات في كل الأماكن النهاردة تخيالي أو لا تتخيالي إحنا بنعمل مهرجانات في سيناء مهرجان الهجن ومهرجانات جابت مطربين ومغنيين فسيناء في مرحلة من المراحل المنطقة دي تحديدا كانت بعيدة كل البعد عن التنمية والعمران النهاردة مش دخلت بس في تنمية العمران النهاردة دخلت أيضا في طرح عدد كبير من الأراضي الاستثمار وأيضا إقامة مشروعات للدولة على أرضها للمواطن السيناء كمان زي ما أنت كنت لسه بتقول من شوية الاستثمار في البشر يعني الاستثمار في الشاب السناوي ده مهم جدا على كل حال يعني بكرة يوم مهم جدا وإحنا بنحتفي مع حضراتكم بمرة تانية بنصبح عليكم صباح الخير يا مصر